البرامج الضرورية لتشغيل وتسريع الألعاب على الكمبيوتر وحل جميع مشاكل الألعاب ورسائل الخطأ والشاشة السوداء وكل مشاكل الألعاب سلام عليكم شباب في حالكم إن شاء الله نكونوا بقالة خير معكم أخوكم أحمد رجالت لكم اليوم مقطع أسطوري سنتوري جديد مقطع اليوم جماعة الخير معنا جميع البرامج الضرورية واللي لازم تكون متوفرة عندك في البي سي وفي الكمبيوتر عشان تشغل الألعاب كفاءة عالية وكمانا تحل جميع مشاكل الألعاب وتسريع الألعاب كمان وتحل لك جميع المشاكل قبل نبدأ جماعة الخير لا تنسوا اللايك لهذا المقطع عشان يوصل إلى أكبر عدد من الناس ويستفاد منه أكبر عدد من الناس كما تشاركوا في القناة وتفعلوا الزر الجرس ولا تنسوا تكتبوا لنا كومنت سنتوري زيكم أسفل الفيديو كم بداية جماعة الخير رح تلاقوا هاي التدوينة أسفل الفيديو تدوينة هاي والمقال هاي شباب فيه معلومات رح تفيدكم إن شاء الله تقدرون تقرؤون المقال فيه كتير معلومات صراحة اللي كتبتها وحطيتها لكم هون ننزلون تحت رح تلاقون البرامج كلها هون تقريباً 8 برامج يا جماعة الخير هاي البرامج جداً مهمة عشان تشتغل معاكم الألعاب وتشغل لكم الألعاب وتحللكم كل المشاكل مشاكل تشغيل الألعاب لازم تحملون كل هاي البرامج رح نمشي يا جماعة الخير بالترتيب بس قبل ما نبدأ أول شيء لازم دايما تتأكد منه أنك محدث التعريفات عندك لازم التعريفات عندك كلها تكون محدثة تعريف كارت الشاشة تعريف كارت الصوت كل التعريفات عندك لازم تحدثها لآخر إصدار قبل يومين جماعة الخير حطيت مقطع مفصل عن كيفية تحديد جميع تعريفات الكمبيوتر بضغطة زر واحدة بطريقة جداً سالة رح تلاقوا المقطع في وصف الفيديو مرة جماعة الخير للبرنامج الأول وهي حزمة الديريكت اكس حزمة الديريكت اكس غنية عن كل تعريف شباب ما بتحتاج إلها شرح كتير لازم تكون متوفرة عندك كل الروابط هاي زي ما قلت لكم رح تلاقوها في المقال نيجي هون نضغط على دونلود وندغط على ستارت هون رح نضغط open بهذا الشكل نضغط yes حزمة الديريكت اكس ضروري جداً أنها تكون متوفرة في جهازك عشان هي المشغلة الأساسي أصلاً للألعاب لو ما كان انت عندك الديريكت اكس متبتع ما رح تشتغل معاك الألعاب أصلاً نضغط ناكست نشيل هاي البنك بار ما بديها رح نضغط ناكست مرة ثانية ورح تستني يتم تتبيت حزمة الديريكت اكس كلها زي ما قلت لكم جماعة الخير بفضل صراحة أنه تقرؤون المقال هذا رح تاخذون معلومات رح تفيدكم إن شاء الله نضغط ناكست وبعدها رح يبدأ تتبيت الحزمة ويحمل كل الحزمة من الفين وسبعة تمانية ديريكت اكس تسعة عشر احد عشر اتناعش كل حزمة ديريكت اكس رح يتم تحميلها وتتبيتها وجميع نسخة الويندوز مع تدخل ويندوز سبعة تمانية عشرة ما في فرق وما في أي مشكلة نستنى بس يتم تتبيت كل الحزمة بس تعطيه شوية وقت حتى يخلص زي ما قلت لكم في كتير الألعاب مثلا ما بتشتغل أصلا بتيجي لك شاشة وبتيجي لك بعض الرسائل الخطأ بتقولك أنه اللعبة مش شغالة يجي هون نضغط فنش يا شباب جميع هاي البرامج جماعة الخير بتحلك المشاكل هاي كلها أنا رح أوريكم بعدين إيش أسوي فراح أجيب هذا لهون ما بحتاجه هسا البرامج الثانية جماعة الخير ملفات الـ DLL ملفات الـ DLL أصلا بتكون متواجدة عندك في نظام التشغيل في الويندوز بس في بعض الألعاب وفي بعض البرامج اللي بتطلب ملفات DLL إضافية وما بتكون متوفرة عندك في الجهاز فلازم تحمل ملفات الـ DLL هاي ايش رح تسوي بس تقدر يعني تيجي هون تبحث عن الملف اللي انت بدك إياه تشوف هو الرسالة اللي بيطلع لك أي ملف انت بدك إياه هون يقول لك كونت فايند حبيب والله مش ملاقي الملف هذا تيجي هون بس تكتب اسم الملف وتضغط سيرج ورح يظهر لك الملف طريقة جدا سهلة وبالنسبة لشغلات الـ DLL هاي جماعة الخير ها حطي لها مقطع مفصل بس يعني جدا سهلة تحمل بس ملفة DLL اللي بدك إياه وتروح به للـ Disk PC تروح على الـ Disk Local C على الويندوز وتيجي هون على السيستم 32 وينها السيستم 32 هون وتحط الملف ملفة DLL في أي مكان هون هون هاي شباو زي ما بتشوفون هايها ملفات DLL بتيجي تحط الملف اللي ناكسك تحطه هون نمر هسه جماعة الخير لحزمة الفيزيول C++ هاي الحزمة جدا مهمة وضرورية جدا عشان تشغل هالأنعاب بالنسبة للـ Windows نيجي هون بس نضغط على Download وهذا الشكل ونضغط Start ورح يبدأ التحميل من موقع Mediafire نيجي هسه للمكان هادا ليش محطتي لكم هون من الموقع الرسمي عشان كل هاي البرامج الشباب رح نحملها من واقعها الرسمية حزمة الفيزيول C++ شباب أنا جمعتها لكم وحطيتها لكم في ملف واحد وزي ما بتشوفون هون من 2005 لحد 2019 يعني آخر إصدار من الحزمة في نسخة الـ 64 بيت ولو عندك نسخة الـ 32 بيت تتبت بس النسخة اللي بدك هي أنا مثلا عندي نسخة الـ 64 بيت رح أضغط يس وضغط أوكي 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 ورح أتبت أو تقدر تيجي هون على Install All يتم تتبيت كل الحزمة نيجي بس هون نضغط كليك يمين تشغيل كمسؤول نضغط يس رح يبدأ تتبيت كل الحزمين جماعة الخير زي ما بتشوفون هون هون يبدأ تتبيت الحزمة من 2005 لحد 2019 انت بس رح تستنى شوية وقت هو رح يتم ويتبت لك كل النسخة وكل الحزمة زي ما بتشوفون هون جماعة الخير خرص من 2005 راح للـ 2008 خلص منها كمان تبتلنا 2010 رح يتبت كل الحزم زي ما قلت لكم راح للـ 2012 2013 يتم تتبيتها كلها بدون أي تدخل منك بضغط الزر واحدة يتم تتبيت كل الحزمة تلفزيول بلس بلس شباب 2015 لـ 2019 رح يتم تتبيتها كمان كلها اوكي بعد ما يخلص جماعة الخير نيجي نطلع نيجي نحذف هذا الملف عشان ما عد تحتاجه ورح أجيب بحطو هون نحس يا شباب للـ Net Framework الـ Net Framework برنامج جدا مهم وحزمة جدا ضرورية أنها تكون تبدأ على جهازك ضروري جدا هذه الحزمة تكون عندك جماعة الخير يقول لك حمل 4.8 بالنسبة للـ Windows 10 ويفضل دائما أنك تحمل آخر إصدار لو طلب منك يعني وشفت اللعبة طلبت منك إصدار قدم تقدر تتبت كل الحزم لكن يا جماعة الخير أنا أرى أنه 4.8 كافية ما تحتاج أي نسخة تانية ننزل تحت هون على هذا الخيار لا تضغط على الخيار هذا ننزل هون على خيار الـ Developer Pack ننزل نضغط عليه يقول لك أنه سيتم بدء التحميل ننزل هون نضغط Start ويبدأ تحميل النسخة حسنا خلص تحميل ننزل هون نضغط عليها ضغطتين يا جماعة الخير حسنا اثنين كليك رح تفتح بهذا الشكل ننزل على I Agree ونضغط Install ياسم هذا الشكل رح يتم تتبيت الحزمة كلها نمر للبرنامج التالي يا جماعة الخير برنامج Open EL 3D Audio هذا البرنامج يا جباب جدا مهم سراحة بيحسن لك الصوت في الألعاب ويجعل الصوت عندك جدا ممتاز جدا كويس كمان بيحسن جودة الرسوميات عندك وبيحسن تجربة اللعب عندك بشكل جدا كبير فبنصحكم يا جباب يجون هون للرابط هذا وتحملون الملف بهذا الشكل نضغط عليه تضغط بهذا الشكل نضغط Open حزمه 500 كيلو بايت يعني حزمه جدا بسيط نيجي هون نستخرج بهذا الشكل جماعة الخير نضغط عليه ضغطتين أوكي بهذا الشكل نيجي هون 32 او 64 بيت مش مشكلة نيجي نضغط أوكي وتم تتبيته خلص نمر لبرنامج الجابا الجابا جماعة الخير جدا مهم كمان هو مش بالضرورة يعني مش بالضرورة قصوى بس في بعض الألعاب ضروري جدا أنه يكون متوفر عندك في الجهاز وفي الحاسوب عشان تشتغل زي مثلا اللعبة بيستة لو مش موجود عندك رح تواجه بعض المشاكل مع اللعبة فضروري جدا هذا البرنامج يتحملوه وتبتوه كمان في بعض الألعاب تستخدم برمجيات هذا البرنامج لازم بيكون متبت عندك نيجي هون نضغط دونلود جابا بهذا الشكل رح يتم تتبيت البرنامج يضغط عليه كل المواقع هاي جماعة خير رسمية المواقع الرسمية للبرامج يضغط اوبن بهذا الشكل نضغط فتح ويتم تتبيته لازم زي ما قلت لكم يكون متوفر عندك البرنامج هذا نيجي نضغط عليه كليكين وراح يفتح بهذا الشكل نيجي هون نضغط على انستول انا اصلا متبت عندي هالبرنامج اعتقد ولا لا ولا ما عاد تتذكر متبت ولا لا المهم تضغط على اوكي وراح يبدأ تتبيت اوكي جماعة الخير زي ما بتشوفون هون يو هم ساكسسفولي انستولت جابا نيجي نضغط كلوز وتم تتبيت الجابا بشكل سليم نيجي هون لاخر برنامج وقبل الاخير شباب برنامج الانفيديا فيزيكس شباب هذا البرنامج جدا مهم بيحسن عندك جودة الرسوميات وبيحسن تجربة الاداء عندك بشكل جدا كبير وحجمه صغير يعني من شركة انفيديا لكرود انفيديا نقدر نحمله من هذا المكان نضغط على دونلود نيجي هون نضغط على دونلود بهذا الشكل نضغط على دون ستارت انا اصلا متبت البرنامج بس رح نعود نتبته مرتين نضغط open بهذا الشكل اوكي نضغط يس زي ما قلت لكم انا اصلا متبت البرنامج عشان هيك ظهر لي القائمة هاي انت بس تضغط على اوكي وتضغط ستارت ستارت ورح يبدأ ويتم تتبيت البرنامج عندك نمر للبرنامج الاخير جماعة الخير برنامج اي رون تيمز هذا البرنامج جدا مهم وضرور جدا انه يكون عندك في الجهاز يجي نضغط عليها ضغطتين اوكي رح يفتح مع هذا الشكل تضغط يس عشان وانه يبدأ تتبيت البرنامج رح تطلع لك خيارات مجموعة من الخيارات هون لا تشيل اي خيار تخليه بس وتضغط install على المكان هذا ورح يبدأ البرنامج يتبت كل الحزم والبرامج جي بتحتاجها الالعاب وبتحتاجها التطبيقات والبرامج بيحلك كل المشاكل مشاكل خطأ الموجودة في الالعاب بيحلك المشاكل كمان الموجودة في البرامج كما ترون الاشباب يتبت كل البرامج اللي ستحتاجها انت خليه بس حتى لو طلع لك Microsoft Visual Plus Plus هاي انت خليه يسوي الخطوات وسيبه حتى يخلص هو رح يخلص اصلا لحاله بدون اي تدخل منك خليه بس وهو رح يتبت لك كل البرامج اللي رح تحتاجها طريقة تحميله شباب جدا بسيطة تقدر تروح تحمله من الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج تتضغط على الخيار هذا وتتضغط على خيار download وهذا الشكل download ورح يبدأ تحميل البرامج من موقعه الرسمي تضغط start ورح يبدأ تحميل البرنامج بعد ما يخلص زي ما قلت لكم رح يخلص لحاله رح تختفي ايقونته لحاله هاي هالبرامج كلها يا جماعة الخير اللي قلت لكم هاي البرامج انصحك ايش تسوي تيجي هون تفتح فولدر جديد تسميه مثلا programs بهذا الشكل يا جماعة الخير او اي اسم عشان ما تنساه وتيجي تجمع فيها البرامج هاي وتخليها عندك في القرص اي قرص عندك وفي اي مكان عندك في الحاسوب كل مرة تروح تفرمت فيها البي سي وتفرمت وتغير نظام التشغيل تيجي تتبت البرامج هاي وما رح تشوف قدامك اي مشاكل تشغيل العاب او اي مشاكل مع الرسائل والرسائل المزعجة اللي بتكون متواجدة على العاب كان هذا وكل شيء المقطع عليه من جماعة الخير اتمنى ان يكون عجبكم المقطع وتكونوا استفدتم منه لا تنسون كمان اللايك لهذا المقطع يا جباب كمان اشتركوا في القناة فعلوا زر الجرس لما اكتلكم اكبر نسبة مشاهدين عندي في القناة مش مشتركين لا تنسون تشترك فعل زر الجرس انزل تحت اكتبوا لنا تعليق وكمنت اسطوري سانطوري زيك اراكم ان شاء الله في مقطع اسطوري سانطوري قادم سلام عليكم اشتركوا في القناة